اشتركوا في القناة 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 المصريين. اه. ده واحد. اتنين. خقوق شهداء انا لازم ترجع تاني. ازا كانوا هم عاوزين يعيشوا في دولة جوار لازم يعيشوا باحترامهم. ويعرفوا ان المصريين لهم كرامة. مزي ما كان المخلوة معيشهم. معي يا حضرتك. اه. فلابد ان هم كانوا يحترموا السيادة المصرية. يتعدى على السيادة المصرية وتعدى على الشعب كله. الاخوان المسلمين هو جزء من الشعب. هم. فلابد ان هو يحس بألام الشعب ويتأثر بالاحداث اللي حصلها. لذلك احنا خرجنا بناء على الاحداث دي. طب. هلأ واقفة بس كده على اثبات الوجود ولا استمرار تستفيد يتطلق ولا الحروق تركع ولا ايه بالزبط. اه طبعا. اه. احنا سألتوا بعض الزملاء قالول ازا واقفة وماشيين. جايز هم ليه مواجهة نظر. اه. لكن الاخوان منزلين وواضحين في قراراتهم انه هم وقفين علشان السفير يبطرت. كمان الاعتزار الاسرائيلي. الاعتزار الاسرائيلي عن الاحداث المؤسفة اللي هم بيعملوها. بتعويض الشهداء اسر الشهداء. يعني ايه دا انتم مازلين. مستمرين في اعتصامكم لحين. اه. اه. بالزبط. وحضرتك احنا عايزين قرار واحد. من مجلس العسكري. انا عارف ازا انا. الاسم حالي اللي عزي. انا مش اي احساب. انا رجل من ضمن صورة خدسة وعشين هناير. اللي تعبنا في الميدان وقام وغيرنا ومشينا للموز البساد. احدا عايزين قرار واحد من مجلس العسكري. والسيد اه الدكتور عسام شرف. بتارد السفير المصري. اه السفير الاسرائيلي. ويا رادي التارد. الامور يا جماعة هتعدد زاوية. احنا عايزين البلد تمشي. لازم انتارد السفير. الناس دي مش عدمش. ودم الشهداء ده مش هروح عدم. لان دول من سنة التسعين. لما هو انتم فينا. احنا عمليه خطارية. 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 ترجمة نانسي قنقر